اعطيكم العافية صبايا كل عام وانتو بخير اهلا وسهلا فيكم على قناتنا فكرة وطبخة مع ام احمد حبيت اليوم اعمل لكم فيديو كتير مهم وضروري تشوفوه قبل ما تغلو قهوتكم للعيد اللي هي بتزين طاولة العيد وضيافة في كل بيت بتكون ان شاء الله بتعملوها بطريقة مميزة اذا اعتمدتوا هالفيديو خلينا نشوف كيف طريقتنا في التحضير بالنسبة للقهوة طبعا احنا قهوتنا الفلسطينية بتختلف عن القهوة اللي في دول الخليج طبعا هديك بتكون خفيفة احنا عنا البون بيكون خشن هو بشبه البون نفسه اللي احنا بنعمله في القهوة العادية باليوم لكنه بيكون خشن هاي هي القهوة السادة العربية ريحتها ما شاء الله بطريقة ما تكون من المحمص لسه هلا انا جبت هون ربع كيلو ربع الكيلو انا اخدت نصه لانه كل ربع الكيلو بيعمل عندي لترين اللي هو كل تر بيعمل عنا دلة او بكراج من القهوة فاحنا الربع كيلو بنا نعمل منه نصه ع اساس انه نعمل يعني هاي بيعمل كوبين معياري ع اساس انه نعمل منه تنتين لكل واحدة رح ياخد لكل تر مي رح نحط كوب معياري هلا في البداية هون طبعا في عنا الاشي الاساسي اللي بعطي نكهة المميزة اللي هو حب الهان الاخضر نوعية الجيدة بناخد معلقة كبيرة وبناخد مسمار او حبة من كمش القرنفل اللي انتو بتعرفوا كيف شكله بتجيبوه من عند العطار طبعا برضو له فوائد كثير ومع القهوة بعطي نكهة مميزة عنا لتر من الماء طبعا انا غليت الماء ليش لانه انا بدي اخسر الوقت وع اساس انه النكهة تبعت الحب الهان تفوح اكثر بعد ما يغلي ويصير لون الماء يتغير ببلش اضيف القهوة هلا القهوة بضيفها الكوبين مع بعض بوطي النار لانه لما تكون الماء مغلية رح تبلش اتفور وبتركها على نار هادية لحد ما تغلى اثناء هاي الفترة بسخن التيرموس القهوة الاثنين بعبي ماء مغلية وبدير فيها وبحفظ فيها بضل نص ساعة اللي هي فترة غليان القهوة ليش؟ لان لو حطيته هو بارد القهوة ممكن ما تضلها ساخنة لفترة طويلة انا هاي الطريقة ضرورية نعملها لتسخين البكراج كل شوي بيضل اراقب القهوة لما اشوف كيف بتغلي شوفوا كيف بتغلي على نار هادية طبعا بعد ما تبلش تغلي بوطي النار وتضلها نص ساعة تقريبا نفس الاشي للبكراج الثاني بحاول اسخنه اجهزه لقبل ما ابلش اصفي في القهوة هلأ بالنسبة للقهوة بعد نص ساعة للناس المبتدئين اتركوها نص ساعة الناس اللي بيعملوا القهوة بيعرفوا انه انا بفترة بعد مضي تقريبا 25 دقيقة باجي اشوف افحص ان القهوة صارت مزبوطة ولا لا هلأ طلعوا عليها مجرد ما حركت الفنجان فيه اطار زي الاصفر طالع من حد ما نشوف هذا اللون اللي انترك في الفنجان بنعرف انه قهوتنا صارت الف وجاهزة بنطفي عليها النار بنستنى خمس دقائق بس لا تهدى لحتى ما تغلبكم انتو تصبوا فيها هاي الفترة بنضف المي السخن اللي حطيناها في البكراج بنزيلها ونتخلص منها ومباشرة بحط ثلاث حبات من حب الهان وبحط حبة من الكامشكرون في الوحدة وبحط المسفاي وببلش اصاف في القهوة لاحظوا لونها كيف غامق بس لما نشربها بتطلع خفيفة ممكن نشرب اكثر يعني نسحب فيها انه نحس انها يعني مشت كيلة يعني شكلها وطعمها بيكون مميز لانه الهال ريحته فيها كتير فاحة وانا بصب فيها الريحة كتير من تشرفيها هلا بيضلوا الحبات جوا التيرموس وبسكر عليه وهيك بحفظه لمدة اطول من المدة اللي بعطيك اياها البائع لما يحكيلك انه هادا التيرموس ممكن يحفظ 24 ساعة لما تسخني ممكن تحفظي القهوة لفترة اطول نفس الاشي بعمل للبكرجة تاني بحط حب الهال في البداية وبحط الكمش لقرنفل وبصف في القهوة شوي شوي ديروا بالكم لانها ساخنة بهاي المرحلة لما تكون ينزل فيها بالمصفاء ينضفوها وارجعوا وصبوا شوي شوي حتى ما تغلبنا وإحنا نسكب فيها وهيك صار عنا بكرجين جاهزين ريحتهم ما شاء الله وطعمهم يعني والأروع من هيك بتمنى انه تجربوا هالطريقة وتكون عجبتكم وضل بيتكم عامر ان شاء الله وتمدوها بالأفراح قهوتنا الفلسطينية كثير مميزة من لونها ومن رحتها ان شاء الله اذا عجبتكم تعملوا نفس الطريقة وكل عام وانتوا بخير وأهلا وسهلا فيكم بس اذا كنتوا ضيوف جداد على القناة ما تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات حتى يسلكم كل جديد